بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله النهاردة هنكمل شابتر 2 من قرص الفاونديشنز انجينيرينج 1 الخاص بطلبة قسم الهندسة المدنية المستوى الثامن في دمعة الملك خالد نهاردة هنتكلم على بارت 8 اللي هو إزاي تحسب البيرينج كبستي للكوهيزف صويل ويعني كلمة كوهيزف صويل كوهيزف صويل يعني طربة بيبقى ليها السي لكن الفاي بتاعتها غالبا بتبقى بكام بصفر يعني زي الكلي أو بأنواعه الصوفت والفيري صوفت وخلافه في واحد اشتغل على الكلي دوت اسمه اسكيبتو طيب إحنا لازم نكون حطين في دماغنا إن كل المعادلات بتاعت البيرينج كبستي مستوحى من معادلة مين تيرزاجي كلهم بلا السسنين فمبدئيا لو إنت عايز تتكلم على الكوهيزف صويل بنقول طبعا النفاذية بتاعتها بتبقى قليلة جدا is most critical immediately after construction ليه؟ خلي بالك إن انت النفاذية بتاعتها قليلة النفاذية بتاعتها مالها قليلة فإنت بيبقى المشكلة عندك في ايه؟ after construction قبل ما يحصل إيه؟ إن excesses poor water pressure has had time to dissipate بمعنى إن انت في حالة الأمرين من conditions يعني خلي بالك أول ما بتيجي تنشأ المبنى بتاعك كويس المية بتخرج شوية صغرين بس لسه المية لسه ما بتدتشي تهرب عشان المية دي تهرب هتاخد وقت كتير قوي هتاخد وقت ماله كتير قوي فعشان كده بنتكلم على إن أنا هيبقى في حالة مالها on drain لكن مع الوقت consolidation بيحدث بيحدث ال consolidation زي صويل بيكملها stiffer بقت أقوى شوية and has more strength السي بتاعتها زادت شوية الفاي بتاعتها زادت طبعا نلهاش فاي عشان دي مالها صويل كلي therefore design of foundations on fine green soil should be in terms of on drain stresses يعني هشتغل في مين في الفاي بتاعت on drain mean stresses اللي هي total mean stresses مش هشتكلم على effective skipton بقى ماشي suggested for an on drain saturated كلي يعني طربة مالها طربة طينية مشبعة بالمية الفاي on drain بتاعتها بكام بصفر اعتمد على basic بتاعت ترزاجي equation لكن غير مين l-n-c بتاعتك قالك l-n-c دي تعتمد على shape and dips بتاعة foundation ازاي وهي نفس المعادلة لو تلاحظ قالك ان l-q ultimate بتساوي c-n-c بس خلي بالك كلمة c ديت انت بتتكلم على c- on drain c بتاعت مين on drain ليه عشان هي ادية اللي هتبقى critical بالنسبالك في المرحلة الاونية والq دي اللي هي عبارة عن جاما واحد في مين في df هي المشكلة كلها في مين بقى n-c مش زي بتاعة الترزاجي بقى ده قالك ان هي بتاعتمدة على dips والشي بتاع الفونديشن طب ازاي عام اسكيبتون قال لي لو انت عندك الاساس بتاعك عرضه مين b والعمق بتاعه اسمه مين df فانت تروح تطلع لي df على مين على b خلاص وعلى حسب بقى شكل الاساس هل هو square او circle تطلع هنا تطلع مين ال n-c مباشرة طب لو كان strip يعني ال b على l بسو صفر قالك خلاص تطلع كده وطلع ال n يعني هنا ماله مربع وهنا ماله ال b بالنسبة لل l مالها صغيرة جدا فعشان كده بقت بصفر طب بقى لو عندي انا بقى مستطيل ليها b وليها مين l خلاص تعمل ايه interpolation ما بين ال b على الافرد مثلا ال b l بنص يعني ال b نص دي خلاص هنا ده بواحد وده بصفر يبقى نص يبقى نص المسافة قادر اطلع ال n-c بتاعت ال a المستطيل وبكده اقدر اطلع ال q ultimate لل gross clearing capacity of soil لو انت عايز تجيب ال q ultimate net زي ما تعلمنا في المرة السابقة فبتساوي ultimate nice q انا ممكن اقول ايه c n-c بس ال c دي تعتبر مالها c on drain عشان هي دي اللي حكماني شكرا موسيقى